نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ورشة عامل بعنوان التحديات والفرص للقطاع السياحي وذلك بحضور المعنيين والمهتمين بالقطاع إضافة إلى أكاديميين ومنتخصصين في منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة قام سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة الرئيس التنفيذي لهئة البحرين للسياحة والمعارض خلال الورشة باستعراض نتائج سنة عام 2017 والتحديات والفرص المقبلة على قطاع السياحة تسلط الضوء على أحدث المسجدات السياحية من جانبه ناقش المدير التنفيذ للسياحة والترفيه بمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين السيد جراد بشار أبرز المقاومات التي يمتلكها القطاع السياحي حيث سلط الضوء على مكامل القوة له والمعوقات والتحديات التي تواجهه ثم استعرض الفرص المواتية للاستثمار واختتم بتقديم التوصيات اللازمة لتهيق المزيد من النمو خلال الأعوام المقبلة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم الأعمدة الاقتصادية بالمملكة هدفت الورشة إلى وضع واستكمال البيانات والتوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى النمو المنشود وتطوير السياحة في مملكة البحرين بالإضافة إلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص بغرض استثمار الفرص والتغلب على التحديات والتهديدات وكذلك تهيئة بيئة مواتية لتطوير المنتج السياحي البحريني ودعم السياحة الوافدة إلى المملكة وتمعوا حوارات كذلك حول عدة محاور من أهمها عوامل الجذب السياحي وأماكن الإيواء والإقامة والترويج والتسويق والاستثمار السياحي والسياحة البحرية كما تم الإعلان عن أبرز المخرجات والتوصيات سعيدين جدا اليوم أن نحتضن ورشة عمل تبين تحديات قطاع السياحة وأيضا الفرص الموجودة في قطاع السياحة فاليوم اجتمعنا مع جميع أصحاب الشائنة من منشآت فدقية من وكالات سفر طيران الخليج وكل القطاعات التي تدرج تحت قطاع السياحة أن نشرح لهم استراتيجية هيئة البحرين السياحة والمعارض وين إحنا كنا وين وصلنا وإن شاء الله الطريقة أمامنا وحابين نسمع أيضا جميع التحديات التي قطاع الفندقة أو قطاع السفر والسياحة يواجهونها وبناء على هذه ورشة العمل هناك جلسات عصف ذهنية مختلفة بناء عليها وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية يتم وضع خطة شاملة للتطوير القطاع من خلال هذه الورش ترجمة نانسي قنقر